مريم من إيران تقول يا شيخ قبل كم شهر كنت في حفلة صليت صلاة المغرب في وقتها نسيت أصلي العشاء لأنه كان فيه تجهيزات وشيء بعد سبوعين تذكرت أني ما صليت العشاء قررت أصليها مع صلاة العشاء أصليها كل يوم و لما صار وقت العشاء نسيت و قلت بصليها في اليوم الثاني و أيضا نسيت و لما تذكرت أني ما صليت رحت فورا و صليت و ما كانت في وقت صلاة العشاء لعلي شيء و ليسويت غلط مريم من إيران بارك الله فيك أحسنت حينما صليتي صلاة العشاء التي اشتغلت ذمتك بها و الحمد لله أديتيها كونك نسيت النسيان عذر لأن الله تعالي يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع نموة الخطأ و النسيان الحمد لله و بعدين يقتل فاضنا بالنسبة للصلاة المنسية يصليها الإنسان في وقت ما يتذكرها و ليس شرطا أن يتركها و يؤخرها حتى يدرك الصلاة التي مثلها مثل صلاة العشاء أنت نسيت العشاء تذكرتها في وقت الضحى يجب عليك تصليها في وقت الضحى تذكرتها بعد الظهر تصليها بعد الظهر تذكرتها بعد العصر تصليها بعد العصر تذكرتها بعد المغرب تصليها بعد المغرب ما تأخرينها إلى مثلها و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك عموما الحمد لله أنك صليتيها و أبرأتي ذمتك لكن تعلمي هذا فيما لو إذا قدر الله و حصل لك شيء من هذا و علم اللي يحولك من النساء و من أقاربكم و من أهلكم علميهم بأن الإنسان الذي ينسى صلاة و تذكرها مباشرة يصليه ما يأخرها إلى الصلاة الثاني بارك الله فيك